استهدفت غارة إسرائيلية جديدة الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك غدت سلسلة ضربات إسرائيلية عنيفة هزت المنطقة طوال الليلة أصفرت عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 93 بجروح وتشون إسرائيل حملة قصف متواصلة منذ 23 من سبتمبر على مناطق واسعة من لبنان تقول إنها تستهدف بونة تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله على شفى حرب إقليمية باتت منطقة الشرق الأوسط تترنح مع توسيع إسرائيل حملتها على لبنان واستمرار تعرض الضاحية الجنوبية لبيروت لغارات متتالية عنيفة حتى وصل الأمر إلى تنفيذ ضربات على مدينة طرابلس اللبنانية بشمال البلاد للمرة الأولى الغارات جاءت بعد أيام من قصف إسرائيل والضحية الجنوبية التي تعد معقل حزب الله مما أدى إلى مقتل الأمين العام حسن نصر الله وربما خليفته المحتمل هاشم صفي الدين الذي ذكر مصدر أمني لبناني أن الاتصال به انقطع منذ يوم الجمعة بعد غارة جوية إسرائيلية قيل إنها استهدفته قبل التصعيد الأخير كان تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يقتصر في الغالب على منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ عام على غزة إسرائيل تزعم أنها كثفت هجومها على حزب الله حتى يتسنى لعشرات الآلاف من مواطنيها العودة بأمان إلى منازلهم في الشمال الذي يقصفه حزب الله منذ الثامن من أكتوبر من العام الماضي في المقابل بات دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل أمراً اعتيادياً وسط إطلاق صواريخ يومياً من لبنان الأمر الذي يجبر آلاف المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات الشمال إلى الفراري للملاجئ يأتي التصعيد في لبنان بعد عام تقريباً على فتح حزب الله ما يصفه بجبهة ضد إسرائيل إسناداً لغزة ويجري منذ ذلك الحين تبادل يومي للقصف بين الحزب وإسرائيل ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف السكان من جانبي الحدود ووفقاً للأرقام الرسمية قتل أكثر من ألف شخص في لبنان منذ أكتوبر 2023 بينهم أكثر من ألف منذ بدء القصف الجوي المكثف في الثالث والعشرين من سبتمبر على جنوب لبنان وشرقه وكذلك ضاحية بيروت الجنوبية ترجمة نانسي قنقر